الآن إذن هاشم دعنا في صورة آخر المستجدات وتحديدا قصف النظام على ريف إدلب الجنوبي نعم أميرة نفض طيران الحربية عدة غارات تجوية على ريف إدلب الجنوبي خلف مجزرتين طبعا المجزرة الأولى كانت في قرية معر دبسي في جنوب صراقب أدت لسقوط ثمانية شهداء طبعا العدد الأولي كان ست شهداء ازداد نتيجة جروح المختلفة التي أصيب بها المدنيين إلى ثمانية شهداء فضلا عن الدمار الواسع الذي خلفته الغارة طبعا الغارة هي كان غارة واحدة بأربع صواريخ فراغية استهدفت منازل المدنيين وأعمدة الكهرباء في البلدة ومدرستة البلدة الوحيدة طبعا أكثر من عشرة جرحى أيضا أصيبوا بهذه الغارة وبالتزاون مع ذلك نفض الطيران الحربي عدد غارات جوية في المناطق المحيطة كمعرة النعمان أربع غارات جوية على المدينة خلفت على إثرها شهيد وعدد من الجرحى نبقى بالريفة الجنوبي طيران النظام الحربي وطيران الرشاش استهدف مدينة خانشيخون بعدد من الغارات الجوية ليلة أدى إلى سقوط ثمانية شهداء وصلت الحصيلة لثمانية شهداء من بينهم اثنين من رجال الدفاع المدني من كانوا ينقذون الأهالي من تحت الأنقاض وإسعافهم طبعا الغارة كانت غارة مززوجة استهدفتهم في وقت إنقاذ المدنيين فيما تشهد مدينة خانشيخون قصف عنيف على البناء التحتية وكل الأماكن التي يعود إليها المدني كالنقاط الطبية منذ يومين أو ثلاثة أيام استهدفت النقطة الطبية الوحيدة في المدينة وأخرجتها عن الخدمة بعد أضرار كبيرة اليوم يستهدف النظام الطيران الحربي وصواريخ العنقودية وحرب الرشاش بشكل يومي المنشآت الحيوية داخل المدينة كمركز الدفاع المدني تعرض لست غارات جوية أخرجتها عن الخدمة لعدة مرات الآن الطيران يكثب غاراته على الأحياء السكنية في المدينة منذ أكثر من بداية المعارك في حماوة المدينة تعاني من قصف شديد من خوات النظام أيضا بالريف الجنوبي تعرضت بلدة اسكيك والتمانعة لقصف من طيران النظام بالقنابل العنقودية وصواريخ الفراغية بالانتقال إلى الشمال أيضا خلفت الغارات التي استهدفت بلدة حزانو أمس ثلاثة شهداء بأربع غارات جوية إحدى الغارات استهدفت معملا للزيت وهو معملا لصناعة الزيت النباتي أدى إلى حدوث ونشوب حريقة هائل بقيت فرق الإنقاذ لساعات مطولة حتى استطاعت إخماع الحريق نعم طب بالنسبة للمدنيين في المناطق المستهدفة كيف تبدو أوضاعهم وهل من حركة نزوح وإلى أين هل من مناطق آمينة ليتم النزوح إليها نعم بالنسبة للمدنيين خصوصا في المناطق الكبرى الآن في مدينة خان شيخون التي تتعرض بالقصف كانت وجهة للنازحين وخصوصا من رفح ماء الشمالي بعد أن شهد معارك وتحرير عدة نقاط فيه الأهالي الذين نزحوا من بلدات حلفاية وطيبة الإمام الإمام التي تحررت مؤخرا تجهت إلى المناطق في ريف إدلب الجنوب لكن النظام لاحق هؤلاء النازحين واستهدفهم في قرى نزوحهم الآن بعض الناس يذهبون إلى المناطق المجاور التي يعتبرونها آمنة نسبيا لكنها لا تعتبر آمنة كون النظام يستهدفها بالقنابل العنقودية لحقف أكبر عدد من الإصابات في مدينة إدلب حد هذه اللحظة لا يوجد ناس كثر في المدينة بسبب نزوحهم نتيجة الضربات السابقة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الأسواق شبه متوقفة لا يوجد إلا بعض المحلات التجارية التي تبيع بعض المستلزمات للأهالي الشوارع خالية مدينة سراقب التي تتعرض أيضا يوميا للقصف أعلنها المجلس المحلي منذ أكثر من شهر ونصف بمدينة منكوبة هو الدفاع المدني طبعا أعداد قليلة داخل المدن نتيجة القصف المستمر بشكل يومي اليوم الطيران الحربي التابع لقوات النظام وطيران الروسي وطيران الاستطلاع لم يفارق الأجواء منه من يذهب إلى حلب ومنه من يكون في أجواء المحافظة ويصل إلى حتى الحدود السورية التركية وإلى ريف جسر الشغور الغربي أشكرك جزيلا شكرها شامل عبدالله مرسلنا من مدينة إدلب شكرا لك